وطيدة وراسخة عبر التاريخ هكذا توظف العلاقات المصرية الجزائرية حيث شهد تاريخ البلدين دعماً غير مسبوق ومساندة في الشدائد خاصة في عقابي حرب 6 من أكتوبر عام 1973 التي شهدت مساندة الجزائر لمصر مدياً وسياسياً رداً للجميل عند قيام الدولة المصرية بمساندة الجزائر في استقلاله عن فرنسا التعاون المصري الجزائري المتجذر لم يقف عند حدود البلدين وكانت القضية الفلسطينية حاضرة بقوة على الدوام خاصة مع اندلاع العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة للحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة ودعم الأشقاء في مواجهة الأزمات والمحنة وفي إطار تشاور المستمر يشغل العدوان على غزة حيثاً كبيراً من نقاشات المسؤولين المصريين والعرب خاصة مع شركاء الفاعلين من أجل الوصول إلى تضامن عربية ووضع حلول استراتيجية للقضية الفلسطينية تضمن دفعها إلى بر الأمان وتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة سياسات واضحة تبنتها الإدارة المصرية في عهد الرئيس السيسي قائمة على إحياء تعاون والعلاقات الوطيدة مع محيط مصر الدولي والإقليمي على أسس من الاحترام المتبادل والتعاون في المجالات كافة لمواجهة كل ما من شأنه الإدرار بمصالح البلاد والأمة العربية وأمنها القومية وهو ما يؤكد يوما بعد يوم أن مصر للعرب ظهر وذراع وحصن منيعة